كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أدى اليمين الدستورية لفترة الرئاسة الأولى في السامن من يونيو من عام 2014 لفترة رئاسية تمتد لأربع سنوات وذلك أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وعقب أداء اليمين الدستورية توجه السيد الرئيس إلى قصر الاتحادية ومع وصول سيادته إلى القصر أطلقت مدفعية السلام 21 طلقة وأدى حرس الشرف التحية وعزف السلام الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر